الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعمة إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقية والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فإخوة الإيمان قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شعرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي بارتكاب المعاسي واقتراف الذنوب قال قتاله رحمه الله تعالى واعلموا أن الظلم في الأشهر العرم أعزم خطيئة ووزرة من الظلم فيما سواها وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعزم من أمره ما شاء وقال أيضاً إن الله اصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس رسلاً ومن الكلام ذكراً ومن الأرض المساجد أعزم الله تعالى عنده إلى نهاية الزمان أكد ذلك في آخر عمره صلى الله عليه وسلم حيث قال كما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداء فقال في خطبته إن الزمان كد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهراً منها أربعة عرم سلاس متواليات ذو القعدة وذو العجة والمحرم ورجب مذر الذي ما بين جمادا وشعبان إخوة الإيمان ففي هذا العديث إشارة إلى إبطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من تبديل شعر الله المعرم مكان صفر لألا يتوالى عليهم سلاسة أشهر بدون قتال فلذلك قال صلى الله عليه وسلم سلاس متواليات وأما إضافة رجب إلى قبيلة مضر لأنها كانت تحافز على تعريمه أشد من محافظة ساعر قبائل الأرب وقد عمع القرآن المجيد ودلت السنة المطاحرة على ثواب العمل في العشر في العشر من ذي القعدة في العشر من ذي العجة وأيام التشريق فقال تعالى والفجر وليال عشر المراد بها عشر ذي العجة وقال جل سناء ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن رجب رحمه الله تعالى الأيام المعلومات هي أيام العشر أي من ذي الحجة عند جمهور العلماء فقال تعالى واذكر الله في أيام معدودات قال ابن عدر رحمه الله تعالى تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه يعني بين أهل العلم لقوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأعمل الصالح فين أعب إلى الله من هذه الأيام العشر فقال يا رسول الله ولا الجعاد في سبيل الله قال ولا الجعاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء إخوة الإيمان ففي هذا العديث ففي هذا العديث إشارة إلى أنه عام في أن جميع الأعمال الصالحة في هذه العشر معبوبة إلى الله عز وجل وأفضل من العمل في غيرها وهو شامل لجميع الأعمال من صلاة وصدقة وقراءة وذكر وصيام وغيرها إخوة الإيمان اعلموا اعلموا أن من أراد أن يضحي ودخل شعر ذي العجة إما برؤية هلاله أو كمال ذي الخاعدة سلسين يوما فإنه يعرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يزبى أضحيته لعديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا رأيتم علال ذي الحجة وفي لفز إذا دخلت العشر وأراد أعدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعزفاره والعكمة في ذلك إخوة الإيمان أعني في ذلك النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بزبع القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه وهذا العكم خاص لمن يضحي أما من يضعى عنه فلا يتعلق هذا العكم به نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلنا من الفائزين بالجنة يوم القيامة أما من يتعلق هذا العكم من الفائزين بالجنة يوم القيامة وأن يتعلق هذا العكم من الفائزين بالجنة يوم القيامة وأن يتعلق هذا العكم من الفائزين بالجنة يوم القيامة وأن يتعلق هذا العكم من الفائزين بالجنة يوم القرآن وأن يدعق هذا العكم من الفائزين بالجنة يوم القيامة حيث تشخص الإümü simultaneously وأن يتم زنا معي في العصالق ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر